اكد السيد محمد علي القائد رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحقيق مؤشرات أداء إيجابية في نظامي تواصل وبنايات خلال الربع الثاني من العام 2022 والتي جاءت انعكاسا حقيقيا للجهود المبذولة والحرصة الذي أبدته جهات الحكومية في التواصل الفعال والإيجابي مع المستخدمين من المواطنين والمقيمين على حد سوى عملا بروح الإنجاز والتميز وتعميقا للعلاقة التكاملية التي تتلخص بفحوى تقديم الخدمة الحكومية بكفاءة وجودة عالية ونيلها الرضا التام من قبل الطالبين لها والمستفيدين منها من المواطنين والمقيمين ليفضي ذلك إلى ضمان الحصول على ثقة المستخدمين وتحسين تجربتهم في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع الحكومي تتواصل مؤشرات تقديم الخدمة الحكومية نحو الارتفاع وتحقيق أرقام ونسب عالية تعكس حقيقة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في تواصلها الفعال والمباشر مع المستخدمين من خلال الرد على استفساراتهم وملاحظاتهم بجانب مواصلتها تقديم خدماتها الإلكترونية عبر أنظمة متطورة تمتاز بالسرعة والدقة والكفاءة ومع ما سبق ذكره أفصحت معطيات العمل الحكومي البناء عن مستويات الآداء العالية التي رافقت عمل نظامي تواصل وبنايات خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو ما ينسجم مع التوجيهات السديدة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي دائما ما يؤكد على ضرورة الاستمرارية بتطوير الأنظمة الحكومية وتعزيز فعاليتها وتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم وفق أعلى معايير التميز فضلا عن ابتكار أنظمة خدمات رقمية مستحدثة تتماشى مع رغبة الجمهور وتكرس من نهج التواصل والتميز في الآداء وتعزيز الشراكة المجتمعية وحول هوية الإحصاءات المتعلقة بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل ضمن حدود الربع الثاني من هذا العام بيّنت بأن إجمالية عدد المقترحات والشكاوى والاستفسارات وحتى الملاحظات الواردة عبر النظام الإلكتروني وتطبيقه وصلت إلى سبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وعشرين طلبا أي بنسبة التزام عام باتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام بلغت تسعة وتسعين في المئة وهو ما يرجع إلى ثقة الجمهور بالنظام في ظل ما يوفره من حلول دائمة والوقوف على مكام الخلل من خلال الحالات الواردة بشكل متكرر وانضمام تسع وأربعين جهة حكومية جديدة تطرح خدمات لها عبر نافذة نظام تواصل وأما فيما يتعلق بأبرز مؤشرات الآداء في نظام بنايات تشير الأرقام إلى أن عدد طلبات تراخيص البناء المقدم عبر النظام خلال الربع الثاني قد بلغ ما يزيد على ستمائة وخمسة وعشرين طلبا تم الرد عليها جميعا ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة وبنسبة بلغت مئة في المئة إذ لم يتجاوز عدد الأيام التي تطلبت لإصدار الرخص ذات الصلة بالبناء أكثر من يومين وثلاثة أعشار اليوم مقارنة بالحد الأقصى لمستوى الخدمة البالغ خمسة أيام لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر